السلام عليكم ورحمة الله. اعزائنا طلبة وطالبات السنة العامة عشرين عشرين. لقاء جديد ومدرسة على الهواء والجورافية السياسية. ودائما معنا بإذن الله الجورافية سهل. ابنائنا العزاء نلتقي اليوم في الوحدة التانية في الحدود السياسية. وطبعا من اهم وحدات المنهج. ويسعدنا ان يصحبنا في هذه الحلقة الاستاذ محمد علي كلاني كبير معلم المادة بوزارة تابعة التعليم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وسهلا. اهلا حضرتك. الحمد لله. ابنائنا العزاء زي ما احنا شايفين على الشاشة قدامنا. النهاردة احنا بنتكلم على الوحدة التانية فيها الدرس الاول. بنتكلم عن مفهوم الحدود السياسية. واهمية الحدود السياسية. والوظائف للحدود السياسية. نبدأ مع بعضنا ونتكلم على مفهوم الحدود السياسية. نشوف على الشاشة قدامنا. بنتكلم على هذه الموضوعات الشتة عن الحدود. وبنقول ان الحدود السياسية هي ظاهرة بشرية والانسان هو الذي قام بتخطيط الحدود وذلك اللي تشابك مصالحه او طبعا لمصالحه الاقتصادية والعسكرية والسياسية وبكده نعرف ان الحدود السياسية اللي احنا بنشوفها يولاد على الخريطة انما هي عبارة عن خطوط تترسم على الخريطة من صنع البشر وضعها الانسان نتيجة اختلاف المصالح بينه او تحديد المصالح بالتحديد بينه وما بين الدول المجاورة ليه او ما بين جيرانه وبنقول للاستاذ محمد علي كلاني هل الحدود اختلف شكلها قديما عن حديثا يعني هنا بنقول تطور الحدود السياسية الى ما وصلت الي اليوم بنشوفها على الخريطة خطوط متقطعة بيشوفها الطالب ويتفصل بين السياد الدولة وسياد الدولة اخرى هل كان لها اشكال في الماضي بالتأكيد يا سيد احمد الحدود السياسية او الحدود بواجه عام اختلفت قديما عن حديثا وبالاخص ان قديما كانت عبارة عن نطاقات واسعة غير ممسوحة غير مأهولة وعرة يصعب على الانسان استيطانها وكانت تفصل بين الدول بعضها وبعض او حتى المدن في معرفة باسم المدينة الدولة كما حدث في بعض الحضارات القديمة اما في العصر الحديث اه خلاص بقى احنا بدأنا نشوفها في شكل خط بقى اكثر دقة اه بقى هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤدي الى زهرة وممكن نفرق ما بين الاثنين زي ما هنشوف دلوقتي في الشكل اللي قدامنا الحدود السياسية قديما وحديثا قديما كانت عبارة عن نقاط بترسم على هوامش الدولة مثل القلاع او الحصون او الاسوار والتي كانت تفصل بين الدولة والدول المجاورة لها ولعل اشهرها عندنا صور الصين العظيم وعندنا مجموعة من الاسوار اللي كانت موجودة في الامبراطورية الرومانية معنا كده المناطق كانت غير ممسوحة عبارة عن نطاقات اه ترسم على هوامش او تودع على هوامش الدولة حتى تبين املاك كل دولة بالنسبة للدولة المجاورة لها حديثا ارتبطت بظهور ما يعرف باسم الدولة القومية الدولة بمفهومة الحديث اللي احنا بنشوفه حاليا وبالاخص في القرن السبعتاشر اه وعند قيام الصورة الصناعية الاولى بدأت تظهر الحدود لنا اكثر اه دقة وبخاصة عندما استخدم لها ما يعرف باسم المسح الميداني يعني البشر كانهم بيروحهم للمكان موضوع الحد السياسي بيشوفوا الحد ده الخصائص بتاعته اهم الظاهرات علشان كده قلنا اصبحت الحدود اكثر دقة من زي قبل يعني حضرتك تقول ان الصورة الصناعية اللي قامت في اوروبا في منتصف القرن السامن عشر واحلال الالة محل الانسان قد ادت بتقنياتها الحديثة وتطوراتها الى دخول المسح الميداني وشيء من الواقعية على رسم الحدود السياسية بيتاكسر دقة طبعا تمام يعني نقدر نقول ان هناك علاقة بين الصورة الصناعية ورسم الحدود السياسية هناك وجه ارتباط كمان وجه ارتباط الحدود السياسية ارتبط ظهورها بالشكل الحالي ارتبطت دقتها بالادوات اللي تم استخدامها من وراء الصورة الصناعية ولعل اشهرها ما يتم استخدامه في عملية المسح الميداني وزي ما هنشوف في مراحل نشأة الحدود السياسية ان الحد قد يتغير او ينتقل او يتحرك مئات الامطار الى احدى الدولتين زي ما هنقول بعد شوية تمام يعني دي الوقت يا ولاد زي ما احنا هنشوف على الشاشة قدامنا تطور الحدود السياسية بين الماضي والحاضر بنشوف ان الحدود قديما كانت عبارة عن نقاط على هامش الدول قيمت عليها قلاع واسوار مثل صور الصين العظيم واحنا عندنا صورة لصور الصين العظيم وبنشوف ان الدولة او الامبراطورية الصينية اللي كانت موجودة اه يعني عملت الصور ده لحمايتها من غزو المغول وده الشكل القديم للحدود عبارة عن نقاط على هامش الدول عليها قلاع وحصون زي ما احنا شايفين اما الشكل الحديث فبنقول منذ ظهور الدول القومية في القرن السبعتاشر بدأت الحدود الخطية ومنذ الصورة الصناعية او قيام الصورة الصناعية الاولى استخدمها المسح الميداني يعني نعمل واقعية كده في رسم الحدود ما بين الدول يعني ازاي يحط الحدود من على الطبيعة على الخريطة طيب نتكلم على الحدود السياسية بقى ايه المقصود بالحدود السياسية واحد هي خطوط ترسم على الخريطة يعني عندما تشوفها على الخريطة دلوقتي اتنين تبين الرقعة الارضية التي تمارس عليها الدولة سياداتها يعني بتوضح المساحة اللي الدولة بتمارس عليها سيادتها على ارضها وعلى شعبها ثلاثة تنتهي عندها سيادة الدولة لتبدأ سيادة دولة اخرى جديدة اربعة انه لابد ان تعترف بهذه الحدود من قبل الدول المجاورة والمجتمع الدولي يبقى ده التعريف بتاعنا انها تفصل بين الدول انها تمارس عليها تحدد الطريقة او تحدد رقعة الارض للا تمارس عليها دولة سياداتها انها تنتهي عندها سيادة الدولة يعني الانسان اذا عبر تلك الحدود فانه لا يصبح تحت السيادة او سيطرة البلد وتنتقل سيطرة البلد الى البلد التي انتقل اليها عبر الحدود وبنقول انه لازم المجتمع الدولي يكون معترف بيها والدول المجاورة حتى لا تنشب منازعات حول تلك الحدود ده المقصود بالحدود السياسية طيب عايزين نشوف فقا الحدود السياسية تحدد ما توضحه لنا الحدود السياسية يعني سيد محمد حضرتك تقول لنا الحدود السياسية بتوضح ايه او نتناقش في النقاط دي انا وحضرتك عندنا المساحة الارضية التي تفرض عليها الدولة سياداتها ما المعني بذلك؟ او احنا لو بصنا للتعريفة السيد احمد وابول اه خطوط ترسم على الخريطة علشان تحدد رقعة الارض اللي الدولة هتفرض عليها سياداتها تمام قوانين الدولة تفرض على من يقع او يعيش داخل هذه الحدود تمام بتحدد للموارد الارضية السطحية والبطنية والبحرية اذا ارادت الدولة ان تستغل مواردها الاقتصادية الطبيعية من مادة خام او مصادر طاقة عليها ان تبحث عنها في تلك الحدود اذا هناك وجه اقتصادي هو للحدود كمان يعني بتحفظ للصروة بتاعتي تمام كده كده لها وظيفة اقتصادية انا اخد يعني بالتفصيل كمان تمام رقم 3 المجال الجوي تحدد المجال الجوي البحري التابع لسيادة الدولة لما باجي اقول مصر تطل او تشرف على البحر المتوسط من جهة الشمال هل تشرف عليه من بدايته الى نهايته لا جزء منها ولكن حددت لي السواحل التي تستطيع مصر ان تبصد عليها السيطرة او الادارة تمام وهي التي تبدأ من رفع شرقا وحتى السلوم غربا حوالي 1000 كم بعمق داخل المياه 12 ميل بحري وده هناخده فيما بعد نقول من شرق رفع الى غرب السلوم تمام علشان كده بنقول عليها التعامل تمام وممكن انا احسبها كمان كمساحة مائية تستطيع الدولة ان تستغل ما بها من موارد تمام كمثل بالنسبة للمجال الجوي كثيرا ما نسمع تم اختراق المجال الدولي الجوي لدولة ما وتم تحذير الدولة التي اخترقت هذا المجال طيب ايه اللي هيحدد لي هذا المجال الجوي او المجال البحري بالتأكيد هيبقى الحدود السياسية طيب في مفهوم جديد احنا سبعنا عنه كان لشكل الحدود قديما كانت عبارة تخوم يعني قبل ان تنشأ بقى بعد نشأة الدول القومية زي ما شوفنا ظهرت الحدود السياسية وكان هناك حدود معتعرف عليها بين الدول ما قبل ذلك كان شكل الحدود السياسية نطاقات انتقالية بين الدول والتي كانت تعرف باسم التخوم حضرك عايز تقارن لي ما بين التخوم والحدود السياسية التخوم زي ما قلت يا مناطق وعرة يصعب على الانسان استيطانها مناطق غير ممسوحة كانت الدولة تستخدمها من اجل ان تفصل بينها وبين الدول المجاورة كما حدث في الدولة الاسلامية والدول المعاصرة لها في العصور الوسطى وكنا قبل الحلقة بنتكلم انا وحضرتك في حاجة زي كده وقلت لي عندنا مناطق من التخوم القديمة الشهيرة زي اللي كانت بتفصل ما بين المانيا وما بين فرنسا او ما عارفة باسم الغابة السوداء وهكذا طيب انا لا تعايز اوجد شبه واختلاف ما بين التخوم وما بين الحدود السياسية لو بصقنا على التخوم في البداية هي ظاهرة جغرافية في حين ان الحدود السياسية ظاهرة سياسية التخوم عبارة عن نطاقات جغرافية لها مساحة ليه لها مساحة لانها لها بعد طول وبعد عرض مثل الجبال ومثل الغابات والصحاري برضو ممكن والصحاري تمام الصحاري بدل الجبال تمام يبقى هناك فارق ما بينهم لو جيت يا سيد احمد للاختلافات الباقية هتليها مرتبطة بالتعريفين تمام يعني لو حبيت ابحث عن الموارد احتمالية وجودها فيه التخوم مثل الصحاري مثل الجبال مثل الغابات تمام في حين ان الحدود السياسية بما انها خط يرسم على الخريطة فبالتأكيد لا يحتمل وجود فيها اي موارد من الموارد الطبيعية يبقى لو جينا نتكلم على الموارد الطبيعية التخوم محتمل ايجاد فيها العديد من الموارد الطبيعية بينما الحدود السياسية لا يوجد تمام طب لو جينا على سبب وجودها بما ان الطخوم ظاهرة جغرافية اي ظاهرة طبيعية مثل الصحاري او الجبال والغابات معناها انها وجدت وليس لها اساس قانوني وجدت بلا معاهدة او بلا اتفاقية بين البشر في حين علشان اعمل حد سياسي لابد من معاهدة او اتفاقية حتى في التعريف قلنا فيها ومعترف بها من المجتمع الدولي او الدول المجاورة لها يبقى لو جينا من حيث الوجود بتاعها الوجود هنا ليس له اساس قانوني في حين ان الحدود السياسية لابد لها من معاهدة او اتفاقية على حسب التعريف اللي موجود فيها تؤكد شرائطها ايضا لو جينا لي طبيعتها في المكان الطخوم هل استطيع في وقت من الوقات ان انا انقل جبل او غابة او بحر من مكان لمكان اخر ما اقدرش علشان كده ثابتة في المكان لا تتغير ولا تتبدل وان كان اجزاء من الغابات تزال ولكن بوجه عام الظاهرات الطبيعية ما بتتغيرش مادام موجودة طب لو جيت للحدود السياسية متغيرة من الممكن ان تنقل وفي كثير من الاحيان تختفي طيب ده وجه الاختلاف يا سيد احمد طب لو جينا الوجه الشبه هل هناك شبه ما بين الطخوم وما بين الحدود السياسية هل هناك يا سيد احمد راجل شبه ما بين الطخوم والحدود السياسية الفصل بين الدول يبقى كانت حدودا تفصل بين الدول ولكن ما اقدرش اقول عليها كانت حدود سياسية لان الطخوم يقصب بها المناطق المجاورة الواسعة التي توجد بين الدول بعضها وبعض يعني احنا نقدر نقول يا ولاد ان الطخوم دي كانت مناطق انتقالية تفصل بين الدول بينما الحدود السياسية برضو لها وظيفة الفصل بين الدول ولكنها خطوط منظمة وفق اتفاقيات شرعية تعال نشوف على الشاشة الفرق بين الحدود والتخوم السياسية بنقول الفرق بين الحدود السياسية والتخوم التخوم كانت الطابع المميز قبل ان تظهر الحدود السياسية وكانت غالبا هي مناطق زي ما قلنا انتقالية تفصل في العصور القديمة والوسطى بين الدول زي التي كانت تفصل بين الدول العربية الاسلامية والدولة البيزنطية في اجزاء من صحراء بادية الشام اللي هي موجودة بين العراق وسوريا حاليا وبرضو الغابات التي كانت توجد في اوروبا بين المانيا وفرنسا اما الفرق منظما بين التخوم والحدود السياسية فبنقول هنا اولاد التخوم مناطق جغرافية لها ابعاد ومساحات طول وعرض يقابلها على الجهة الاخرى ان الحدود السياسية خطوط تفصل بين الدول لا تتعدى سنتيمترات او بصات التخوم ظاهرة جغرافية لانها زي ما قلنا كده ظاهرة طبيعية من ايجاد المولى سبحانه وتعالى اما الحدود السياسية الظاهرة سياسية قام البشر بتخطيطها التخطيطها التخوم ليس لها اساس قانوني او معاهدة تحدد اطاريها بدقة اما الحدود السياسية فهي ظاهرة قانونية شرعية وفق معاهدات واتفاقيات ايضا فان التخوم ظاهرة سابتة في المكان لا تتغير لان احنا مش هننقل صحاري او غابات او مناطق زي كده اما الحدود السياسية فهي قابلة للنقل والحركة والتغير والاختفاء بل والالغاء لانها زي ما قلنا ظاهرة بشرية اخيرا التخوم تضم موارد طبيعية لانها اما غابات او صحاري اما الحدود السياسية لانها سنتيمترات فانها لا تظهر بها موارد طبيعية لانها مجرد خطوط اه يعني نقدر نقول لا تتعدى سنتيمترات او بساطة ايه عامل اقصد احمد زي لما بقول اه ما هو البحر الذي لا يوجد فيه ماء تمام قد يكون بحر الشعر كلغة عربية والبحر الذي يرسم على الخريطة تمام فانا بقول البحر المتوسط هل البحر المتوسط على الخريطة فيه موارد او فيه مياه او فيه كذا لا وهكذا الحدود السياسية ترسم فقط على الخريطة ثم توضح في شكل علامات اه حدودية سواء اصوار سواء اه اعمدة سواء اسلاك شائكة زي ما نشوف بعد شوية تمام ننتقل الى جزئية اخرى اولاد اضف لمعلوماتك خلي بالك من اضف لمعلوماتك دي انها يعني من الوسائل المستخدمة في اه العملية الامتحانية عادي خالص بنقول اضف لمعلوماتك استنتج النشاط كل دوات من الحاجات اللي ايه تهتم بيها عندنا هنا التخوم مناطق لم تكن تابعة لدولة من الدول وهي غير ممسوحة وكانت مجرد مناطق نفوز بين الدول زي ما قلنا اما صحاري او غابات وهذه المناطق كان يسكنها بعض السكان القليلين او القبائل بنقول ان مناطق التخوم هي مناطق صعبة وعيرها غير صالحة للاستطان البشري وتم تركها من قبل الدول المتجورة لكي تقوم بوظيفة الفصل بين الدول اه بنتكلم بقى على العوامل اللي اثرت على نشأة الحدود السياسية واختفاء التخوم وهنا بحب اوضح لابنانا الطلبة ان التخوم هي الظاهرة السائدة التي كانت تفصل بين الدول قديما قد اختفت شيئا فشيئا نتيجة عدة عوامل لتظهر بعد ذلك الحدود السياسية وبنسأل السيد محمد هنا ان العوامل اللي قدت الى نشأة الحدود هي نفسها العوامل التي ادت الى اختفاء التخوم واحلالها محلها تحول نطاقات التخوم الى حدود سياسية ممسوحة تمام طيب ولنبدأ بهذه العوامل حضرتك تكلمني عن العوامل التي اثرت عليها العوامل التي ادت الى ظهور الحدود السياسية او تحول التخوم واختفاءها الى ظهور شكل جديد اللي هو الحدود السياسية خمس عوامل تمام العامل الاول زيادة اعداد السكان العامل الثاني الرغبة في تنمية المناطق الهامشية العامل الثالث المعاهدات المبرمة بين الدول العامل الرابع تصفية الاستعمار لمستعمراته العامل الرابع الحروب او الصراعات بين الدول بعضها وبعض يعني هذه العامل ادت الى اختفاء التخوم وهي نفس الوقت العامل التي ادت الى النشأة لحدود السياسية نشوفهم واحد واحد اصدارهم زيادة السكان كل دولة لما زاد عدد سكانها ارادت ان تتوسع فيه كل الرقع الارضية التي تعيش عليها واكب هذا التوسع تطور في وسائل النقل والمواصلات فادى الى وصول دولتين حد الى نقاط وجب الفصل بينهما يبقى في البداية السيد احمد حدثت زيادة سكانية صاحبها تطور في وسائل النقل والمواصلات اي اصبح هناك سهولة للسكان ان هما ينتقلوا الى كل اجزاء مساحة الدولة وعلشان كده احنا هنا هي ارتبطت في الاساس بالثورة الصناعية بعد كده ايه اللي حصل الدولتين وصلوا لمرحلة او لنقطة وجب الفصل بينهما كما حدث في قرية اوروبا عندما ازيلت الغابات انكشفت الارض فظهرت الحدود السياسية يبقى الحدود السياسية في وسط قرية اوروبا شكل من اشكال تحول التخم الى حدود سياسية بعدما ازيلت الغابات وانكشفت الارض اقدر اقول ان هنا العامل سكاني عامل سكاني بحث عامل سكاني بحث يعني اه او بشري بشري يعني لان سكاني وفي علاقة ما بينه وبين تطور وسائل النقل والمواصلات حيث استطاع السكان الانتقال الى اماكن متعددة داخل الدولة بالسهولة لو جينا للنقطة التانية او العامل التاني رغبة الدول في تنمية المناطق الهامشية ما المخصوب بالمناطق الهامشية المناطق المتطرفة في الدولة الطالب خاني يعني ايه مواقع هامشية مواقع هامشية بالنسبة للعالم على اطراف العالم اطراف الخريطة العالمية زي نيوزيلندا واستراليا واليابان لان احنا وقدنا في سنة تانية سنوي اليابان استطاعت التغلب على موقعها المتطرف بحكم انها تقع في اقصى شرق العالم الدولة بعد قيام الصورة الصناعية كان فيه نهضة صناعية واكتشاف العديد من الموارد ومصادر الطاقة في كل أنحاء العالم فكل دولة أصبح لها رغبة في تنمية المناطق المتطرفة أو المناطق الهامشية بحثا عن الموارد التي توجد فيها كمثل ما أحدثه زيادة السكان أحدثته رغبة الدولة في تنمية مناطقها الهامشية أن الدولتين برضو وصلوا لمنطقة وجب الفصل بينهما سواء كانت على اليابس أو على الماء لأن حدود الدولة لم تعد حدود برية فقط ولكن أصبح لها زي ما قلنا فيما توضحوا الحدود السياسية مجال جوي أو مجال بحري لو جينا للعامل الثالث المعاهدات بين الدول المعاهدات التي أبرمت بين العديد من الدول البعضية وبعض ولعل معظم حدود العالم اللي موجودة حاليا وفق معاهدات مبرمى بين الدول بعضها وبعض وبخاصة خشية أن دولة كبيرة تسيطر أو تضغى على موارد دولة صغيرة مجاورة لها علشان كده وقعت العديد من المعاهدات أو الاتفاقيات ولعل في مصر زي ما الطالب خاد فيه سنة أولى سنوي عندنا الحدود الجنوبية كانت بموجب اتفاقية الحدود الغربية كانت بموجب اتفاقية والحدود الشمالية الشرقية ما بين مصر وفلسطين أيضا 1906 كانت ما بين مصر ودولة العثمانية معنى كده غالبية الحدود وفق معاهدات مبرمة حتى تحافظ كل دولة على مواردها خوفا من أن دولة كبيرة مجاورة لها تسيطر على هذه الموارد طب لو جئنا على تصفية الاستعمار لمستعمراته كلنا عارفين أن في العصور الحديثة وبالأخص في أواخر القرن التسعتاشر وأوائل القرن العشرين ظهرت العديد من الحرقات التحررية في كثير من دول العالم وبخاصة اللي كانت موجودة في قارة أسيا وفي قارة أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية ودي كلها كانت نطاقات استعمارية لدول أوروبية يعني أفهم من كلام حضرتك أن حدود أوروبا النهاردة هي حدود أوروبا هي حدود سكانية بينما حدود أفريقيا هي حدود استعمارية حدود استعمارية تصفيت مستعمراته أنا بغلب كده العامل اللي بتقوله على القرى كانت أغلبية حدود أو نشأة الحدود في أوروبا نتيجة الزيادة السكانية بينما معظم حدود أفريقيا هي حدود مستعمارية اللي كانت موجودة في أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية عندما أرادت هذه الدول أن تخرج قامت برسم الحدود السياسية لتفصل ما بين الدول بعضها وبعض لو جينا الآخر عنصر عندنا الحروب أو السرعات لا شك أن الحروب من العوامل الهمة التي تؤدي إلى ظهور الحدود السياسية أو تغيير الحدود السياسية أو حتى اختفاء هذه الحدود تمام وهي عادة ترسم على أساس الغالب والمغلوب ولهذا تعرف باسم حدود هدنة ثم تحولت بعد ذلك إلى حدود سياسية سابتة أو نهائية تفصل ما بين الدول بعضها وبعض تمام طيب أبنان العزاء احنا بنجمل الكلام كله عن عوامل قيام الحدود ناشئة الحدود اللي هي عوامل اختفاء التخوم لاحظ أن التخوم اختفت عشان تظهر مكانها الحدود السياسية فالعاملين واحد تعالوا نشوف على الشاشة العوامل دي أجملناها في شوية عوامل كده بنتكلم عليهم عندنا واحد زيادة عدد السكان وبنقول أن هذه الزيادة السكانية اللي احنا شايفين صورة لها أدت هذه الزيادة إلى التوسع في مناطق التخوم لكل دولة مجاورة حتى تستطيع نقل العمران والسكان إليها وتقدم النقل والمواصلات سهل عملية النقل وبالتالي التقط الدول مع بعضها عند نقطة لابد أن يحدد عندها حدود خطية لتحديد سيادة كل دولة بدقة مما أزال التخوم السياسية من أمثلتها عندنا ما حدث في قارة أوروبا كانت الغابات تخوما فاصلة بين الدول وبإزالة الغابات انكشفت الأرض ورسمت بالتالي الحدود بين الدول اتنين الحاجة إلى تنمية المناطق الهامشية من نتائج المترتبة عن عدم رضا الدولة عن مناطقها الهامشية تعالنا نشوف النتائج إيه نشأة الحد السياسي الخطي لأن أي من الدولتين لم تعد راضية عن الوضع الغامض وأدى ذلك إلى تنمية هذه المناطق واستغلالها واكتشافها بها من موالد وزي ما قلنا رسم الحدود السياسية عندنا بعد كده المعاهدات المبرمة بين الدول كثيرا من حدود العالم كانت نتيجة معاهدات بين الدول وذلك خشية من استلاء دولة قوية على دولة ضعيفة تعالنا نشوف العامل الرابع تصفية المستعمر لمستعمراته وهذا أدى إلى نشأة الحدود في القارات التي استعمرت مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وحنا حددنا الثلاث قارات لأنهم الأكثر استعمارا أما الحروب هي آخر عامل فقد كانت الحروب لها أثر على تحديد الحدود حيث حدود الهدنة وحدود الغالب والمغلوب ننتقل إلى جزء آخر وهي مراحل تحديد تخطيط الحدود السياسية دلوقتي يا أولاد إحنا عايزين نتكلم في موضوع تخطيط الحدود السياسية له عدة مراحل المراحل ديت هي مراحل يعني نقدر نقول زمنية مثالية لمن أراد تحديد الحدود السياسية من الدول يعني وصفة كده لمن يريد تخطيط الحدود السياسية بطريقة سليمة هذه هي الوصفة التي تبعها معظم دول العالم وإن كانت هذه المراحل يعني لا يؤخذ بها كاملة في كثير من الدول ولكن مراحل تخطيط الحدود السياسية كما وضعها مادتنا نشوفها مع السيد محمد علي كلاني وبعدين نعلق عليها تاني مراحل تخطيط ونشأة الحدود السياسية مرت بأربع مراحل تعرف باسم المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة وكل مرحلة منهم بتتميز بمجموعة من المزايا والمرحلة الثانية مترطبة على الأولى الثالثة مترطبة على الأولى والتانية الرابعة هي نتاج كل العوامل أو المراحل التي أدت إلى ظهور أو نشأة الحد السياسية لو جئنا المرحلة الأولى مرحلة التعريف والتخطيط يعني نسمي دي مرحلة التعريف والتخطيط التانية تعرف باسم مرحلة التحديد التحديد الرابعة تعرض باسم مرحلة التعيين التعيين اللي هي التالتة الرابعة اللي هي إدارة الحد وحمايته إدارة الحد وإيه وحمايته إدارة الحد تمام لو جاءنا المرحلة الأولى يا أستاذ أحمد نقدر نلعليها المرحلة القانونية تمام ليه تعرض باسم المرحلة القانونية لأنها تتم وفق معاهدة أو اتفاقية بين دولتين الحد تمام وفيها يوصف الحد وكلما وصف بكل دقة كلما قلت الصراعات او النزاعات عليه والعكس يبقى يا علشان كده بنقول عليها او نقدر نقول عليها مرحلة قانونية او مرحلة وضع الاتفاقية او مرحلة وضع الاتفاقية بس هي خلاص المفترض احنا بنتفق فيها على كل شيء لان المرحلة التانية هيتم استخدامها التالتة هيعتمد عليها الاخيرة نتيجة مترتبة على كل اللي حصل زي ما قلت الحضرة يبقى بنقول لها المرحلة القانونية بيتم فيها وضع اتفاقية او معاهدة بين دولتين الحد ويوصف فيها الحد وكلما كان وصف دقيقا كلما كان اتقلت الصراعات والعكس اي هناك علاقة عكسية ما بين وصف الحد وما بين النزاعات او المشكلات اللي بتدور حواليه وممكن نبدي مثال بسيط من واقع الحياة لو اكتر من ساكن اشترى شقة او اشترى وحدة سكنية في عمرة معينة لو العقد مكتوب ان هو له شقة في العمرة الفلانية ولم يحدد مساحتها ولا موقعها ولا الدور اللي هي موجودة فيه اسمها العقد كده يبقى الناس اتخاني مع بعض لان كل واحدة يعوز يختار الوحدة السكنية اللي فيها ميزة تمام في حين ان لو تم تحددها بكل دقة في الدور الاول في الدور التاني الشقة اللي جوه او الشقة الخارجية حجرتين او ثلاث حجرات ويبدأ يوصف فيها يبقى كل واحد يجي يستلم الوحدة السكنية دون حدوث اي مشاكل تمام طيب نجي للمرحلة التانية مرحلة التحديد انا بسميها مرحلة المسح الميداني تمام لان بيبقى فيها دور في ظل الاتفاقية او المعاهدة ما بين الدولتين للجنة جغرافية بتذهب الى منطقة الحدود الفاصلة ما بين الدولتين تمام علشان تقوم بعملية المسح الميداني وهتستخدم فيها العديد من التقنيات الحديثة خرائط دقيقة هتستخدم فيها نظم استشعار اه عن بعد السور الجوية هتستخدم فيها السور الجوية علشان كده هناك علاقة ووجه ارتباط ما بين التقنيات الحديثة وما بين طريق التحديد الحد السياسي تمام ومن هنا هيظهر عندما تتم عملية المسح الميداني هيظهر ادق التفاصيل فمن الممكن ان يتحرك الحد مئات الامطار الى احدى الدولتين تمام لكي يتفادى مزرعة او قرية او اي ظاهرة اخرى ولعل ابسط الامور اللي نقدر نستدل بيها على هذه المرحلة الحد الغرب المصر تمام الجزء الشمالي منه متعرج وبقيته او غالبيته بيسير بامتداد خط طول 25 ايه سبب التعرج اللي هو انتقل مئات الامطار الى مصر طارة والى ليبيا طارة اخرى علشان يتفادى العديد من الظواهر او الظاهرات اللي كانت موجودة في هذه المرحلة ميجي للمرحلة التالتة يا استاذ احمد مرحلة التعيين بتتم فيها اه رسم الحد على الخريطة في شكل خط وتحقيقه في الواقع اما اشكال من الاسلاك الشائكة او من الاسلاك او من الاعمدة سواء كانت من الاحجار او من الاسمنت المسلة طب اللجنة اللي هتقوم بتعيين الحد السياسي هيبقى معها هيبقى معها المعلومات التي جمعها الجغرافيين زي ما قلنا ان من الممكن للحد يتغير او ينتقل مئات الامطار الى احدى الدولتين وهتظهر فيها اضاق التفاصيل ودي كلها بتبقى معلومات توصل اليها اللجنة الجغرافية اللي قلنا بيستخدم فيها العديد من التقنيات الحديثة فتظهر اضاق التفاصيل تمام انت اصدع عدرتك بقى احنا يعني الى جانب المعاهدة يا سيد احمد احنا جدنا خريطة نوضح عليها خريطة صماء لمصر شوفها على الشاشة نوضح عليها الحد الغربي الشمالي الغربي لمصر وطبعا احنا شايفين عندنا التعرج اللي موجود هنا في الحد الشمالي الغربي لمصر ده لتفادي طبعا او تقسيم المياه رغم ان الحد ده حد فلكي في غالبيته تمام تقسيم المياه الجوفية وتقسيم الاراضي بين الوحاة المصرية والوحاة الليبية فيها العديد من القبائل زي واحد سيوى واحد جاربو في لبن تمام فده كان برضو شكل من زي ما قلنا اللي حضرتك قلت عليه اذا الحد مر على قرية او مزرعة او اي ظاهرة تابعة اي من الدولتين فانه يتعرج او يبتعد عنها عدة مئات من الامطار وما تنساش ان احنا خدناها من ضمن وجه الاختلاف بينها وبين الطخوم تمام ان هو يمكن نقلها وفي كثير من الاحيان من الممكن ان يختفي هذا الحد تمام طيب يبقى كده اللي مرحلة التالتة بتتم وفق لجنة بيبقى معاها بنود الاتفاقية الى جانب المعلومات الجغرافية اللي توصل اليها الجغرافيين بعد كده الحد هيبدأ رسمه على الخريطة وقلنا بيبقى في شكل خط ثم تحقيقه في الواقع او الطبيعة وده عن طريق العلامات الحدودية المختلفة قد يكون اه اسلاك شائكة او اعمدة او اه الاسوار وقلنا كل ده سواء من الاحجار او من الحديد المسلع نجي للمرحلة الرابعة وهنا مقدر نشوفه مع حضرتك المرحلة الرابعة على على الاتا ماشي المرحلة الرابعة هنا هي تمام دي دي مرحلة ادارة الحد او حمايته تمام وهنا بنقولي يا استاذ احمد انا اشتريت قطعة ارض عملت العقد مع صاحبها بعد كده جبت مساح جغرافي قدر يحددها لي بعد كده قدتها المقاول قدر يعيل المساحة بتاعتي في شكل بيت او في شكل منزل تمام ايه اللي هيحدث بعد كده هعمل البوابة الخارجية هعمل الابواب بتاعت باب شقة باب اوضة وكذا بحيث ان انا اقدر ادير هذا المنزل علشان كده بنقولي ان المرحلة الرابعة هي مرحلة من ضمن المراحل التي يتم فيها ادارة الحد وحمايته بيتم الاتفاق بيتم الاتفاق فيها على نقاط التفتيش نقاط المراكبة الدولية مناطق المنافذ والمعابر اللي بتبقى موجودة داخل او بين الدولتين يعني حضرتك تقدر تقول كده ان عندنا مراحل تخطيط الحدود السياسية اربع مراحل تمام حضرتك في بعض الاسئلة انا استنتجتها من الكلام على المرحلة الاولى اللي هي تعرفه التخطيط عايز اسأل حضرتك ماذا يحدث اذا لم يتم تحديد الحدود بدقة في المرحلة الاولى تزداد العديد من الصراعات او توجد العديد من الصراعات ما بين الدول او ما بين دولتين الحد تمام طيب في المرحلة لو انا قلت مرحلة يتم فيها استخدام التقنيات الحديثة وذكرت الاربع مراحل يبقى المرحلة التانية المرحلة الثانية طيب لو انا اتكلمت على المرحلة التالتة وقلت كانت المرحلة السالسة هي نتاج للمرحلتين السابقتين الاجابة عندي تكون ايه احنا طبعا احنا بنتكلم على طريقة الشرح اللي ابناءنا الطلبة لكن طبعا اللي عندنا الاسئلة بتبقى من خلال الفهم للفكرة اللي انا بتراحها انا والستاذ محمد عايزين نقول المرحلة السالسة هي نتاج للمرحلتين طب احنا نمكن بدل من نقول المرحلة السالسة نجيب صفة من صفات المرحلة السالسة تمام زي اه مثلا وضع العلامات الحدودية او الاعمدة او الاسوار او الاسلاك الشائكة بيتم اعتمادا على ايه تمام هل بيتم اعتمادا على المرحلة الاولى ولا المرحلة التانية ولا الاولى والتانية الاولى والثانية على اساس يكون فيه عندي انتفاقية وخرحة احنا قلنا بيتم استخدام الاتفاقية والمعلومات اللي توصل اليها الجغرافين علشان اقدر احد الحد بكل دقة وقلنا سواء على الخريطة او في الواقع تمام طيب اه ابنان العزاء بنشوف مع بعضنا ما راح لتخطيط الحدود السياسية في عجلة سريعة بنشوف استغلوها واصبح لزاما عليهم تعيين الحد السياسي الذي يفصل هذه المناطق عن المناطق المجاورة نشوف اول مراحلة من المراحل عندنا المرحلة الاولى التعريف والتخطيط مرحلة التانية التحديد مرحلة التعيين ثم مرحلة ادارة الحد هذه المراحل لتخطيط الحدود السياسية المرحلة الاولى التعريف والتخطيط توضع فيها معاهدة الحدود وتجتمل التي سيجري فيها الحد السياسي وكلما كان الوصف دقيقا كلما قل النزاع بين الدول المرحلة التانية هذه المرحلة هي مرحلة التحديد تحديد الحد يستعام فيها بالخرايط التفصيلية والثور الجوية والمرئيات الفضائية واذا ظهرت مسائل صغيرة او مشكلات كان يمر الحد في مزرعة او قرية ما فانه يتغير مصار الحد عدة مئات من الامطار هنا او هناك المرحلة السلسة التعيين يتم فيها تحديد الحد على الطبيعة يبقى اللفات التحديد على الخريطة المرحلة التالتة تحديد على الطبيعة مستعين بنصوص المعاهدة والخرائط التفصيلية وباستخدام الاسلاك الشائكة واعمدة الحجارة والاسمنت وبناء الاسوار المرحلة الرابعة ادارة الحد وهي مرحلة تفعيل الحد وحراسته وادارته يتفق فيها على عدة امور منها المنافذ نقاط التفتيش والجمالك والحراسة لجان فض المنازعات وسائلها بننتقل الى موضوع اخر ووظائف الحدود السياسية للحدود وظائف هامة حضرتك تقدر تكلمنا على الوظائف دي وبرضه نعلق عليها الحدود السياسية بتقوم بالعديد من الوظائف لعل اهمها الوظيفة الاولى الفصل بين الدول والوظيفة التانية حماية وامن والوظيفة التالتة هي وظيفة اقتصادية والوظيفة الرابعة والاخيرة هي وظيفة سياسية وقانونية لو جينا في الوظيفة الاولى اللي هي الفصل بين الدول لو بصنا الخرايط الكتاب المدرسي او اي خريطة في اي مكان هللاحظ ان هي عبارة عن خطوط هتحدد الرقعة الارضية اللي هتفرد عليها الدولة سيادتها وتفصلها عن الدولة الاخر ده مش كده وبس هنتلاقي في كل منها قد يكون هناك نظام سياسي يختلف كلية عن النظام السياسي اللي في الدولة الاخرى تحديد المعابر والمنافذ والجمارك لتنظيم عملية الدخول من دولة الى دولة اخرى كل دي عوامل بتنظمها عملية الحدود فيما تعرف باسم الفصل بين الدول طب لو جينا للحماية والامن كانت من اهم الوظائف طب ليه؟ لانها طاق الدولة من الاعتداءات الفجائية التي قد تتعرض اليها فبالتالي تلجأ الدولة الى وضع الحراسات او نقاط الدفاع سواء الدفاع الجوي او ما شابه ذلك على حدودها او في نطاقتها المختلفة تمام وحضرتك قلت كان فيه دور للتقنيات الحديثة في تخطيط الحدود السياسية ايضا هنا فيه دور للتقنيات الحديثة في حماية الحد السياسي ومراقبة استطيع ان انا ارائب الحد السياسي بكل دقة عن طريق استخدام العديد من التقنيات الحديثة ولكن هي عبارة عن سلاح زو حدين يعني زادت من المرائبة يعني زودت من الحماية تمام ولكنها اسقطت نظرية الحد الامن بمعنى بقى استطاعت الدول عن طريق الصناعات الحديثة والتقنيات الحديثة صناعة العديد من السواريخ اللي استطاعت ان تختارك سواء بها في قوتها او مداها او سرعتها العديد من العوائق الطبيعية مثل الجبال او المسطحات المائية فبالتالي بما انها زادت من الحماية والمرائبة ولكنها في نفس الوقت قد يكون هناك سلاحا اخر زي السواريخ تستطيع اختراق هذا الحد السياسي علشان كده بنقول عليها يا سلاح زو حدين زي ما زاد من المرائبة اسقط نظرية الحد الامن وبالفعل حاليا ما بقاش فيه عندنا حاجة اسمها حدود امنة والولايات المتحدة الامريكية على ما اتذكر من فترة ليست بالبعيدة تم اختراقها باكتر من صورة رغم ان هي اقوى دولة في العالم وتستطيع استخدام كل الوسائل التقنية الحديثة من اجل الدفاع عن نفسها تمام الوظيفة التالتة هي الوظيفة الاقتصادية هي التي تحدد حظ ونصيب كل دولة من الموارد وسبق وقولنا انها بتحدد رقعة الارض التي تمارس عليها الدولة السيادات اكتشاف العديد او استخراج العديد من السروات الطبيعية سواء مادة خام او مصادر طاقة سواء على اليابس او في قيعان المسطحات المائية تمام والى جانب ده هتمنع تهريب السلع هتحمي المنتجات المحلية ولكن هناك مشكلة ماذا يحدث اذا وجد مورد ما تحت خط الحد اه يعني اصدك ان هو على الحدود بين الدولتين بس في البداية لازم ان افرق ما بين حاجة من اتنين ايه هل الخط او الحد نفسه موجود فيه لا انا بقول الموارد موجودة في المساحة الارضية اللي رسم فيها الحد او الخط الحدودي الفاصل ما بين الدولتين تمام تمام في الحالة دية علشان كل دولة تحافظ على مواردها ولا تحدث نزاعات مع الدول الاخرى وجب وضع اتفاقية يتم تحديد فيها كل شيء بكل دقة او بالتفصيل علشان يحدد نصيب كل منها من هذه الموارد تمام وده ظهر في الخليج العربي عندما اكتشف البترول والغاز الطبيعي بين الدول العربية بعضها وبعض او دول الخليج العربي الى جانب ظهر في بحر الشمال في غرب شمال غرب اوروبا بين فرنسا وانجلترا والمانيا والمانيا وهولندا مجموعة كبيرة من الدول اللي كان اه فتم تحديد الحد بكل دقة ما بينهم تمام وتم الاتفاق على نصيب كل دولة من هذه الموارد على حسب الاتفاقيات او المعاهدات اللي موجودة ما بينهم تمام وما ننساش ان عندنا في الاصل مشكلة اقتصادية زي تبعد سياسي هناخدها في الدرس الرابع اللي هي ما بين ليبيا وما بين تونس ايضا هتحدد نصيب كل دولة من الموارد الاقتصادية وعادت مصر ترسيم الحدود في البحر المتواصد بينها وبين القبرص واليونان عشان برضو تحديد الصروات طبعا البحر المتواصد لمصر في الفترة الاخيرة اكتشف فيه العديد من الصروات وبخاصة مصادر الطاقة من بترول او من غاز طبيعي والحقول بتاعته زي ما اسمعنا اه حقول واعدة اه المخزوم فيها بكميات كبيرة جدا البعض منها هيبقى من مصاف اكبر الحقول للغاز على مستوى العالم ومن هنا واجبه ترسيم الحدود ووصفها بكل دقة والحفاظ عليها علشان اضمن لما اه ابحث عن مورد معين ان يبقى المورد خالص لي او على الاقل احافظ على حقوقي في هذا المورد تمام نيجي للوظيفة الاخيرة بقى الوظيفة السياسية الدواه القانونية للدولة اه الخريطة السياسية بتشمل العديد من الدول المستقلة بعضها عن بعض تمام وكل دولة تحاول ان تحافظ على تماسكها الداخلي بمنع دخول الاشخاص الغير مرغوب فيهم الى جانب منع دخول القطب الجرائد المجلاك والتي تؤثر على تماسك سكان الدولة داخليا تمام ابناء العزاء اه يعني بنشوف مع بعضينا وظائف الحدود السياسية اه في عجالة سريعة كده تتعدد الوظائف للحدود السياسية فبنشوف بقى الحدود زي ما اتفقنا كده الفصل بين الدول الحماية والامن الحماية الاقتصادية الوظيفة السياسية والقانونية للحد طبعا اه يعني النهاردة شرحنا بما فيه الكفاية الدرس ده لانه هو درس يعني دسم شوية محتاج شوية تفصيل وشرح ان شاء الله في الحلقة القادمة هيكون معنا الامتحان على الوحدة الاولى وان شاء الله هنجيب لكم بقى درس لانوع الحدود اه مليان بالافلام استعدوا بس الامتحان علشان احنا هنحاول نخلي الامتحان العناصر بتاعته كتيرة شوية علشان نعوض الدرسين اللي احنا موقعناش عليهم امتحانات تمام يعني تلاتين عنصر كده مثلا لا ممكن نبقى ستين عنصر ستين هنعمل امتحان وهنحاول ننوع فيه بشتى الطرق وهنا بوجه الشكر للأستاذ حسم صلاح الدين معايا على طول الخط مراجعة للمادة العلمية مراجعة للأسئلة ووضع أسئلة وبصراحة بنستفيد منه بصورة كبيرة فوجب الشكر على الهوى للأستاذ حسن صلاح الدين تمام وزارة التربية التعليم بيتمدينا بسادة الأفاضل كلكم سادة أفاضل أبنائنا العزاء ان شاء الله في حلقة القادمة زي ما هو وعدنا هيكون معنا امتحان كويس قوي عايزين نذاكر الامتحان ده لازمان زي ما هو وعدنا ان شاء الله زي ما هو وعدنا بس انت اللي بتوجهني يعني لو ما عملش امتحاني بقى انت السابق طيب طيب أبنائنا العزاء نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر